السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رجا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا المفرد والجمع في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح فأحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي ودفتري أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وأيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأتابع درسي حتى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا المفرد والجمع لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يعرف الطالب والطالبة المفرد والجمع كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على المفرد والجمع أما ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة المفرد والجمع في الجمل وثالثا أن يستخرج الطالب والطالبة المفرد والجمع من الصور ورابعا أن يحول الطالب والطالبة الكلمات من مفرد إلى جمع والعكس هيا نرى درسنا المفرد والجمع هيا نرى ماذا نعني بكلمة مفرد وماذا نعني بكلمة جمع هيا نرى لدي دراجة أسميها دراجة أطلق عليها دراجة فهذه دراجة واحدة دراجة واحدة إذن هذه هي الدراجة ولدي دراجة أخرى زرقاء ودراجة ثانية كذلك لدي دراجة ثالثة هل أطلق عليهم دراجة كان هنا لدي دراجة واحدة فأطلقت عليها دراجة ولكن هنا لدي واحد اثنان ثلاثة هل أطلق عليها دراجة أم دراجات 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 ليست دراجة فكلمة دراجة تطلق على الشيء الواحد أو المفرد أيضا مفرد نعني دراجة واحدة نسميها دراجة ولكن هنا لدي دراجات دراجات كثيرة مجموعة من الأشياء مجموعة من الأشياء كما لدينا الدراجات كلمة دراجات دراجات تدل على الجمع وكلمة دراجة تدل على المفرد عرفنا الفرق بين المفرد والجمع المفرد للشيء الواحد والجمع للأشياء الكثيرة مجموعة من الأشياء هيا ناخذ مثالا آخر لدي نجمة أسميها نجمة ولدي في الجهة الأخرى نجمة ونجمة ثانية ونجمة ثالثة هل أطلق عليهم نجمة أم ماذا؟ أحسنتم نطلق عليهم نجوم نجوم نجمة للنجمة الواحدة أطلقنا عليها نجمة ولكن هنا لدي أكثر من نجمة واحدة لدي ثلاث إذن أسميهم نجوم كلمة نجمة تدل على الشيء الواحد أي تدل على المفرد المفرد للشيء الواحد وكلمة نجمة نجمة واحدة نجمة تدل على المفرد ونجوم تدل على الجمع الجمع لمجموعة من الأشياء أشياء كثيرة وأنا لدي نجوم كثيرة إذن كلمة نجوم تدل على الجمع هيا نكمل بعد أن عرفنا الفرق بين المفرد والجمع لدي هنا كلمة لعبة لعبة أي لعبة واحدة ولدي هنا كلمة ألعاب أي ألعاب كثيرة أي كلمة هي مفرد وأي كلمة هي جمع أحسنتم كلمة لعبة هي للمفرد فهي لعبة واحدة وكلمة ألعاب هي جمع فهي ألعاب كثيرة المفرد لعبة هي رددوها لعبة أحسنتم والجمع ألعاب هيا كرروها ألعاب رائع جدا هيا نرى مثالا آخر ساعدوني على حله لدي كلمة معلمة أي معلمة واحدة ولدي كلمة معلمات أي مجموعة من المعلمات معلمات كثيرات أي كلمة هي مفرد وأي كلمة هي جمع هيا نرى كلمة معلمة هي للمعلمة الواحدة إذن هي تدل على المفرد فالمفرد يدل على الشيء الواحد أما معلمات معلمات كثيرات مجموعة من المعلمات إذن هي تدل على الجمع معلمات تدل على الجمع هيا رددوها معلمة رائع معلمات أحسنتم مرة ثانية لدي مسجد 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 واحد ولدي مساجد مساجد كثيرة أي كلمة هي مفرد وأي كلمة هي جمع هيا نرى كلمة مسجد هي مفرد فهو مسجد واحد مسجد تدل على المفرد أما مساجد فهي جمع أكثر من مسجد مساجد كثيرة تدل على الجمع هيا رددوها مسجد أحسنتم مساجد رائع جدا لدي الآن نشاط صغير هيا نرى نشاطنا لدي قصة هيا نفتح قصتنا ولكن هيا نقرأ عنوانها سعاد ترسم وتلون صديقتنا سعاد لهذا اليوم سوف ترسم وتلون هيا نرى ماذا رسمت سعاد وماذا لونت هيا نفتح القصة الصفحة الأولى ذهبت سعاد إلى أين إلى السوق ذهبت سعاد إلى السوق السوق هل هو مفرد أم جمع كلمة سوق سوق واحد ليس أسواق سوق إذن هو مفرد مفرد سوق مفرد ماذا حصل بعد ذلك حينما ذهبت سعاد إلى السوق اشترت اشترت سعاد أقلام ملونة أقلام هل كلمة أقلام تدل على المفرد أم الجمع كما نرى سعاد اشترت أقلام كثيرة إذن ليست مفرد أقلام تدل على الجمع اشترت صديقتنا سعاد أقلاما ملونة قلما أخضر أحمر بنفسجي هيا نكمل ماذا فعلت بعد أن اشترت الأقلام الملونة نفتح الصفحة الأخرى رسمت سعاد شجرة ولونتها رسمت بهذه الأقلام الملونة شجرة كلمة شجرة هل هي مفرد أم جمع شجرة واحدة أحسنتم هي مفرد مفرد شجرة والجمع أشجار ولكن صديقتنا سعاد رسمت شجرة واحدة هذه كانت قصتنا عن عن ماذا عن سعاد ترسم وتلون عن صديقتنا سعاد هيا نعود إلى نشاط آخر هيا نضع المفرد والجمع في مكانه الصحيح لدي كوب وأكواب أيهما المفرد وأيهما الجمع أحسنتم كوب واحد مفرد أكواب أكواب كثيرة هي الجمع ولدي كلمة عصفور وعصافير عصفور أصفور واحد هي مفرد وعصافير عصافير كثيرة هي للجمع لدي في الأخير توصيات لولي الأمر دائما توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة